موسيقى قال ولي نهر النيل المكلف عبد المحمود حمد ان قوات الشعب المسلحة بمختلف تشكيلاتها ستظل هي الضامنة الوحيد لاستقرار البلاد قطعا بان اي حديث يسوق له الاخرون خلافا لذلك ومحض افتراع ولفت حمد خلال استقبال وابدل اكاديمية العسكرية الزائر للولاية الى ان مشاعر القلق والخوف التي يحركها البعض من الداخل والخارج بشأن ما لا تواقعه ومستقبل الاوضاع بالسودان غير مبرر في ظل اعلان كل الاطراف تحملها لكامل مسؤولياتها التاريخية تجاه استقرار الوطن واعرب حمد عن امل في ان يفضي الحراك الجاري الان بالقرطوم الى مخرج امن يفضي لتوافق مرض لكل الفرقاء السودانيين الحراك الان البدور في المركز هو حراك موغل في المعاني وحراك ان شاء الله حيكون له ما بعده من الاستغرار ومن الامان ونحن برضو نطمن انفسنا ونطمن كل المشاهدين بان هذه الغوات التي ظلت على امتداد عهدها ظلت كالعهد بهها عصية على كل شيء وظلت كالعهد به غندي العطاء تعشق هذا الوطن حتى الفناء تعطيه عصارة ثكرها وعرق جاهدها هي الضامن الوحيد لاستمرار هذا الوضع مهما يعني تحدثوا الاخرين